جمجمة العرب وبابهم الشرقي ومركز قوتهم هكذا قيل عن العراق ووصفه به كل من أدرك عمقه الاستراتيجي وأهميته الإقليمية منذ فجر التاريخ كذلك كان العراق قبل أن تغلب عليه قوى الاحتلال ويصبح منزوع السيادة والتأثير فصار المتقرب إليه من العرب حذرا منه بعيدا عنه بعد أن تحول إلى محطة عبور للمشروع الإيراني بجميع أشكاله أمام هذا الواقع العراقي المر يحاول رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي إعطاء حكومته شرعية إقليمية عبر دعوته إلى عقد قمة مشتركة بين العراق وجواره وخصوصا تركيا والسعودية لما لهما من تأثير على العالمين العربي والإسلامي يتسأل المطلعون على وضع العراق عن جدوى إعادة تموضع العراق إقليميا إن كان على وجه الحقيقة بلا سيادة فعلية ومهيما عليه من قبل إيران بشكل واضح على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي وهل الكاظمي قادر على اتخاذ قرارات تعيد العراق إلى حضنه العربي في ظل تأذي دول الخليج من السياسة الإيرانية وهل الكاظمي أيضا هو الآمر الناهي في السياسة العراقية حتى يتقرب إلى الدول العربية وتركيا وذلك بلا شك يتنافى مع سلوك الميليشيات المعادي لهذه الدول قبل الكاظمي عقد عهد العبد المهدي قمة مماثلة وبين لحاضريها أن العراق لا ينفصل عن عمقه العربي إلا أن ذلك كان مجرد شعارات فلا الميليشيات قمعت ولا النفوذ الإيراني انتهى ولا حتى اللهجة العدائية ضد الدول العربية خففت وحيال ذلك يرى مراقبون أنه لا يوجد هدف استراتيجي من القمة الإقليمية برعاية العراق إلا أن تكون إيران هي من تريد تحسين علاقة العراق مع جيرانه ليكون لها نفوذ أقوى في هذه الدول بالشكل الذي يخدم مخططاتها الخفية والظاهرة